اعتقد ان اسلوب الصين في اتباع تاريخ الاختلاط ودور الهاتف المحمول في هذا العمل ممتاز جدا كما ان الصين قامت بكثير من الاختبارات حيث ان الاختبار يساعدنا في معرفة كيفية انتشار المرض اذ بدون الاختبار سيكون الامر اكثر تعقيدا الاختبار على نطاق واسع هو بالضبط ما نحتاج اليه الان وفيما يتعلق بالكتاب الابيض الذي استردخوا الصين مؤخرا قال توماس ان التجربة الصينية في هذا الكتاب تستحق دراسة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة اقول شكرا للصين جاء الكتاب في وقته سأتابعه انا وفريق العمل من اجل تحويله لمساعدة المجموعات الاكثر تضررا من الوباء في الولايات المتحدة امل ان نستفيد من هذا الكتاب الابيض وان ننجح في عملنا